السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم تاني مع جين اير ومعنا النهاردة شابتر اتين بعنوان او توضيح طبعا وقفنا المرة اللي فاتت لما جين اير اه وراحوا الكنيسة عشان يتجاوزوا هناك قبلوا قال لهم الجوازة دي مش ممكن تتم. ليه يعمل حاج? قال لك عشان اه متجاوز وطبعا في الديان المسيحية ما ينفعش الواحد يجاوز اكتر من واحدة بس. فطبعا اتجاوزها ما كانش ينفع تتم. ومستر رويتشتر خد القص وخد مستر ميزون والمحامي اللي جاي معاه وجين اير وراحوا البيت وقال لهم مراته المجنونة اللي اه مضطر ان هو يعيش مع حياته كلها. وقال لهم وحكوم انتو. فطبعا اه مستر ميزون والمحامي اللي معاه والقص قالوا لجين اير انت ملكيش زنب في الموضوع ده بس طبعا بالنسبة للدين للشرع بتاعهم ما ينفعش ان هو يجاوز جين اير لان هو اساسا متجاوز. حتى لو كانت مراته مجنونة زي ما هي زي ما احنا عرفنا. بس برضو ما ينفعش ان هو يجاوز. فجين اير بتكمل بقى فبدأت ان انا فوق شوية. بس لما جيت اقف حاسيت ان انا هيغم علي. وادركت بعدها ان انا مكلتش اي حاجة من الصبح. فتحت الباب بتاع قطي وجيت طلع كنت هقع على مستر روشستر اللي كان حاطت كرسي وقاعد قدام باب قطي بالضبط. I've been waiting for you all this time Jane. he said. اللي انا عاعد مستنيكي طول الوات ده وانا عاعد هنا مستنيكي. And i haven't heard you scream or shout or cry. وما سمعتك ايش ولا انت بتصرخي ولا بتزعاي ولا بتعياتي ولا اي حاجة. Aren't you angry with me? تيمش زعلنا مني ولا حاجة. I never meant to hurt you. Will you ever forgive me? انا امر معصد ان انا زعالك او اجرحك انتي ممكن تسامحيني كان صادق جدا وكان واضح جدا في كلامه دورت ان انا سمحته في ساعتها لما سمعت الكلمتين دول من كل قلبي فقول لها تبهنيني عنفيني زعائيلي قوليلي ان انا كنت وحش في حقك اولو ان اغلطت في حقك بس اتكلمي فقلت له سير I can't I feel tired and weak I want some water قلت له انا مش هاقدر اتكلم ولو لايه حاجة انا مرهقة جدا وضعيفة جدا انا محتاجة شوية مية He took me in his arms and carried me downstairs to the library where he put me in front of the fire and gave me a glass of wine شلني من على الارض ونزل بي الدور الارضي للمكتبة واحدني قدام الدفاية وداني كباية نبيت بدأت اتحسن شوية He bent to kiss me فانحنا شوية كده عشان يبوسها But I turned my face determinedly determinedly away بس انا عمدي كده امتم دارو الشنحة التانية فقال لي what He cried مالك في ايه You refused to kiss me because I'm perthamason husband Is that it انت رفضت بوسيني عشان انا جوز perthamason مش كده قيت له ياسر قيت له ايوة انت متجوز فمين في عشي I know you very well Jane انا عرف كويسا Jane I know how firm you are when you have decided something انا عرف انت بتبقي حازم افقارتك قد ايه لما بتقرري حاجة You are planning to destroy my hope of happiness انت بتحولي او مخططة انك تدمري املي في السعادة You intend to be a stranger to me from now on انت ناوية انك تبقي غريبة عني او تبادي نفسك عني من دلوقتي وطالعيا And if I'm friendly towards you in future you will remind yourself that man nearly made me his mistress I must be eyes called to him فانت بتقولي انك خلاص هتبادي عني ولو انا حاولت ان اقرب منك في يوم من الايام دايما هتفكر نفسك انا رجل دا حاولي يخليني جارية عنده وهتحاولي انك تكوني eyes called to me يعني هتحاولي انك تكوني بردة من ناحيتي او ما تبدلينيش شعور يعني And the eyes called is what you will be وآيس called دا هو فعلا شكلك هيبقى بعد كده It's true sir فرضت عايق له صح I said trying to stop my voice from trembling بقول وانا بحاول امنع صوتي من الرعشة او من انها ابان ان انا مهزو زياني That's everything around me has changed So I must change too Adel must have a new governance قلت له كل حاجة حوالي اتغيرت فانا كمان لازم اتغير وادل اللي هي بنتك دية لازم تجيب لها مربية جديدة او ادل will go to boarding school I have already decided that قالها خلاص ادل هتروح مدرسة داخلية انا خلاص كررت الموضوع دا and you and I will pass leave this house this narrow stone hill this house of living death بقول لها احنا هنطلع انا وانتي هنسيب البدة ونمشي البيت العامل زي صخرة من الجحيم البيت اللي مليان بيت الموتى الاحيائية we can never be happy here under the same roof as that woman احنا ماينفعشي او امرنا ماينبقى صعدة في البيت دا فتحت نفس السقف اللي فيه الست المجنونة دي oh i hate her انا بقره ستة دي او فاردت عليه جينير اقول ل you shouldn't hate her sir i said انت مش لازم تقرهها ولا حاجة it's not her fault she's mad poor sink اقول لها غلبانة انا مش زنبها نياد مجنونة jane my darling jane يا عزيزتي it's not because she's mad that i hate her انا مبقرهاش عشان هي مجنونة ولا حاجة if you were mad i wouldn't hate you i'd look after you lovingly اللي هلو انتي اللي مجنونة انا مش هكراهك انا هحبك وهاتني بيكي بكل حب but why talk of madness بس ليه بدي كلمة عن الجنون we are all ready to travel we are all ready to travel everything is bagged tomorrow we will leave احنا خلاص جاهزين ان احنا نسافر بكرة كل الحاجة شنط جهزت يعني وبكرة هنسافر i have a place to go to where nobody will find us or talk about us انا فيه بيك مكان هنروحه عندي مكان هنروحه محدش هناك هيلقينا ولا حد يتكلم عننا and take idol with you sir she will be a company for you i interrupted فما ترد عامة تقوله ايه ما تنساش بقى تاخد ايد البنتك دي معك عشان هتبقى هي رفقتك في المكان نه i knew i had to tell him soon كنت عارفة ان انا لازم اقوله ايدل what do you mean jane فولا ايدل تصدق ايه she's gone to school هي رح المدرسة i don't want her i won't use me do you understand الا انا مش عايز انا عايز اكينت اللي تيجي معايا فقيت له i dead but i slowly shook my head فجين بتقول بتتكلمنا احنا فبتقول ايه انا عارفة انه هو انا فهمة قصده يعني بس هزد دماغي بهدوء كده he was becoming angry and was staring firstly at me بدأ يغضب وبدأ يوصلي بصة بغل كده he looked at as if he was about to lose control وكان شكله انه خلاص هيفقد السيطرة هيتعصب علي i wasn't at all afraid because i knew i still had the power to calm him ما كنتش خايفة خالص لان انا كنت عارفة ان انا عندي قوة ان انا قدر اسكتوه او اهديه saw i took his hand and struck that saying فمسكت ايدو كده واتكيت عليها وولتلو sit down sir i'll talk or listen to you as long as you like قعد وانا هتكلم معاك واسمع لك زي ما انت عايز i had been struggling with tears for some time and now i let them flow freely it was a great relief كنت بحاول وبجازف كتير ان انا امنع دموعي بس خلاص وصلت لمرحلة ان انا ما عدتش قدر اتحكم فيها فسيبت دموعي تنهمر وحسب براحة كبيرة لما عياته قدام فرد عام الهي don't cry jane please be calm he begged وعد يتوسلني ويترقوني ان انا اهدى طيتيش يا jane please be calm ارقوك اهدي how can i be calm when you are so angry فقيت له ان اهدت ازاي وانت غضبان او كده رد عليها i'm not angry but i love you so much and your pale little face looked so stern and decided قال لها انا مش غضبان ولا حاجة انا بحبك جدا ووشك الشاحب الصغير ده شكله خلاص حازم امره ومقرر خلاص هو انك هتبعد عني he tried what his arm round me حاول ان هو يلف دراحة ويحضونها يعني but i wouldn't let him بس ما سيبتوش jane he said sadly فهم ايلي jane بحزن كده you don't love me then خلاص ما عيتيش بتحبيني فردت عليها ايكت له i do love you لا انا بحبك more than ever but this is the last time i can't say it اكتر من الاول بس ده اخر مرة هقدر اقولك الكلمة دي there is only one thing for me to do but you will be furious if i mention it في حاجة واحدة بس دلوقتي هي اللي لازم اعملها بس انت هتبقى هتنفعل اوي لو انا جبت سجدها oh mention it if i'm angry you can always perish into tears he said with a half smile فالله هلأ قوليها لو لقتين ازعلت عيتي اصدو يعني ان دموعها بتأثر فيه اوي فمش هيقدر يقاوم دموعها فقولها لو انا ازعلت اوي عيتي وهو بايه بيقولها بابتسامة نص ابتسامة كده بتصامة ضعيفة mr rochester i must leave you انا لازم اسيبك ومشي i must start a new life among strangers لازم ابدأ حياة جديدة فوسط ناس غريبة of course i told you we would leave قال لها اكيد انا قلتلك ان احنا هنمشي i'll ignore that nonsense about you leaving me انا هتلاشة او ها من نفسي ما سمعتش الكلام اللي مالوش لازمة لانتو قلتينك هتسيبيني ده لا احنا هنمشي احنا الاتنين من هنا سوا you will be mrs rochester and i'll be your husband until i die انت هتبقي مادام روشستر وانا هفضل جوزك لحد ما مموت we will live happily and innocently together in a little white house i have in the south of france اللي هنعيش احنا لبنين ببراءة وسعادة في بيت صغير بيت ابيض صغير انا ملكي يعني في جنوب فرنسا jane don't shake your head or i will get angry ولا يا جيل ما تهزلش دماغك كده ولا هزعل sir your wife is alive i dare to say although he was looking aggressively at me فتجرقت ان انا اقول له مع انه كان بيبصلي نظرة غضب قوي نظرة عدائية كده قلت له مراتك عايشة and if i left with you like that i will be your mistress لانا عيشت معاك بالمنظر ده هبقى زي مرفقاك يعني بقى ما صح i'm a fool he said suddenly الله انا احمق i haven't told you the whole story انا ما تلكيش القصة كلها oh i'm sure you will agree when you know everything انا عارف انك هتوافقي متأكد انك هتوافقي لما تعرفي كل حاجة listen jane you know that my father loved money very much تعرف ان ابويا كان بيحب الفلوس قوي i heard someone say that sir بتقول له اه فعلا انا اسمعت حد بقول الكلام ده well he hated the idea of dividing the family property so he left it all to my elder brother هو كان كاره ان هو يسيب ممتلكات العيلة كلها تتأسم فعشان كده سب كل ممتلكاته لخويا كبير but that meant i would be poor unless i married a rich wife بس ده كان معناه ان انا هبقى فقير جدا لان ابويا ما سابليش حاجة الا اذا جوزت زوجة غنية so he decided i should marry partha mason the daughter of his wealthy friend genus mason فقرر ان هو يخليني اجوز بارtha mason دي بنت راجل صاحبه غني اسمه genus mason i was young and easily impressed كنت صغير وسهل ان هو يغار تفكير يخليني ايه الموضوع يجبني او يقلنوا الموضوع يعني so when i saw her in the west indies فلما شفتها في ال west indies اللي هي بلدهم ديت beautiful and elegantly dressed كانت جميلة ولبس حدوم حلو قوي i thought i love her i loved her فقلت خلاص شكلها حلو عجبني فانا قلت خلاص انا كده بحبها يا what a fool i was in كنت احمق او ساعد after the wedding i learned that my bride's mother and younger brother were both mad بعد الجواز عرفت ان ام عرصت ديت واخوها الصغير اللي اتنين مجانين dick mason will probably be in the same state one day my father knew all this but didn't tell me ابويا كان عارف كل ده بس ما قاليش i soon found that pertha and i had nothing in common وبعد كده اكتشفت ان انا وبرثا دول مفيش اي حاجة مشتركة بنا not only was she the cautious and stupid her madness also made her violent مش بس غباءها وطررت تفكيرها كمان جنونها ده خلاها بقت عنيفاوي i lived with her for four years عشت معها لموديت اربع سنين but now my father and brother were dead so i was rich but i considered myself poor because it was tied to a mad wife until this ابويا واخويا متهم الاثنين فانا لو رست كل الممتلكات بس برضو كنت بعتبر نفسي فقير لاننا كنت مربوط بزوجة او مرتبط بزوجة مجنونة لحد الموت طبعا زي ما احنا عارفين الديانة المسيحية مفاش طلاق ومفاش زوجة تانية فهو خلص انت تجوزت واحد هتعيش معايا حياتك كل حد ما تموت فقيت له i pity you sir i do pity you قيت له انت فعلا صعبان عليها والله انا بشفق عليك من اللي حصل ده pity jain is an insult from some people but from you i accept it as a mother of love فقول لها الشفقة دي تعتبر اهانة بالنسبة لي لو جات من اي حد بس منك انت انا اعتبرها هي الحب كلين well i had moments of despair when i intended to shoot myself but in the end i decided to bring the mad woman back to thornfield hall where nobody knew that we were married انا كان بيجي لي لحظات يأس كنت بحاول فيها اموت نفسي بس في النهاية خررت ان انا جيب الست المجنونة دي اللي هي بيرثا ميزون يعني وايجي على thornfield وهنا مفيش حد يعرف ان احنا مجاوزين اساسا she has left here ever since وهي عيشة هنا من يومها even mrs fairfax and the servants don't know the whole truth about her حتى mrs fairfax والخدم ما عرفوش الحقيقة عنها but although i pay grace pool well and trust her absolutely she sometimes drinks too much and allows the creature to escape على رغم من ان انا بدفع لجريس بول فلوس كويسة جدا وبثق فيها سيقة عمياء بس هي احيانا بتشرب زيادة النزوم بتذكر يعني وبتسيب المخلوق ده طبعا قصد المخلوق ده اللي هي مراته طلعت من قضتها مرتين بالليل زي ما انتعرف المرة اللي هي رحت ولعت فقطه والمرة التانية لما دخلت قطعت لها الترحة بتاعة الفستان الزفاف the first time she nearly parent me in my bed and the second time she visited you and must have been reminded of her own wedding day by seeing your wedding dress المرة الاولى لما دخلت قطعت تتولع فيا وانا نايم والمرة التانية لما جات لك وافتقرت يوم زفافها لما شافت الفستان الزفاف بتاعك فبتقول له and what did you do sir when you had brought her here طب وانت عملتي ايه لما جبت هنا الله I traveled all over Europe أنا سفرت في جميع الحق أوروبا I was looking for a good and intelligent woman to love كنت بدور على بنت أو على ست جميلة أو كويسة وزكية جوزة but you couldn't marry sir I interrupted طلب بس انت منفاشت جوز انت من جوز الله I believed I could أنا مؤمن ان انا لازم اجوز أو ينفع ان انا جوز I thought I might find some reasonable woman who would understand my case and accept me أنا قلت ان انا اكيد هابل ست تكون عقلانية شوية وتفهم الحالة اللي انا فيها وتوافق ان انا تتجوز well sir did you ماشي فعلا not in Europe Jane where I spent 10 long years looking for an ideal والله مش في أوروبا يا جين حيث قضيت يعني انا قدت عشر سنين في أوروبا ادور على ست تكون نموذجية وملأتهاش I tried taking mistresses like Celine the French daughter the French dancer حاولت ان انا اخد mistresses اللي حد يرفقه يعني من غير جوز زي Celine اللي ام ايدل ديت but finally bitter and disappointed with my wasted life بس في النهاية حسيت بالمرارة وبالإحباط في حياة الوضاعات I returned to Thornfield on a frosty winter afternoon رجعت تاني Thornfield في يوم شتاء بعد البرد when my horse slipped and fell on the ice a little figure appeared and insisted on helping me ولما وقعت حساني تزحلى ويعطلق قابلت شكل غريب او شكله صغير كده طلعلي وصمم ان هو يساعدني طبعا قصده على جينير لما هو الحسان في أول مراحة Thornfield وما كانتش يعرفها ولا يتعرف In the weeks that followed I began to depend on that about like little figure for my happiness and new interest in life والكم اسبوع اللي بعدها بدأت اعتمد على الكيان الصغير اللي عمل زي الطائر ده في ساعاتي وإن هو يداني اهتمام جديد في الحياة وبدأ يخلي الحياة لها معنا دين Don't talk in more of the past sir I said weeping a secret tear from my eye خلط له خلاص ما تتكلمش عن الماضي ثاني وبحاول ان انا نمسح دمعة كده قبل ما تنزل من عناية No Jane You are right لا يا جين انت عندك حق The future is much brighter You understand now Don't you فعلا يا جين عندك حق مش لازم اتكلم عن الماضي المستقبل مشرك أكتر انت فاهماني دلوقتي مش كده I have wasted half my life in misery and loneliness but now I have found you أنا عضيت معظم حياتي في البؤس والمعنا بس أنا دلوقتي لأيتك You are at the center of my heart انت فاوص قلبي بالزبط It was the job of me to try to marry you like that without explaining أنا كنت غبي إن أنا حاول أجوزك بالطبع دي من غير حتى ما فاهمك I should have confessed everything as I do now and appealed to you great generosity of spirit كان لازم أحكي لك أو صرحك بكل حاجة زي ما أنا بصرحك دلوقتي وكنت يعني كان مفروضا من أحكي لك واتمع رأة في قرم أخلاقك يعني إنك توافقي على ظروف دي I promise to love you and stay with you forever Jane promise me the same أنا بوعدك إن أنا حبك وفضل معاك طول عمري يا Jane وانت كمان اوعديني بنفس الحاجة أبوز فابتقول لنا سكت شوية كدا Why are you silent Jane فجين تسكت فابقول لنت سكت ليه This was a terrible moment for me in the struggle and confusion that was going in my heart I knew that he loved me and I loved him but I also knew that I must leave him فجين بتقول لك دي كانت لحظة صعبة جدا من الصراع والتردد جوايا أنا كنت عارفة إن هو بيحبني جدا وأنا كمان كنت بحبه جدا بس كان لازم إن أنا أسيبه Jane Just promise me I'll be yours يا Jane وعديني إنك هتيب بتاعتي Mr. Rochester I'll not be yours قلت له أنا مش هقدر أبقى بتاعتك أو مش هقدر أبقى معك Another pause فانسيكته هما الاثنين شوية بعدين أمي الله Jane With a gentleness that cut into my soul بيقول لكلمة Jane بنعومة وبرأة كده قطعت في ألبي Jane Do you intend us to live apart forever أنت ناوي نحن نعيش بعيد عن بعض مدى الحياة فرضتها قلت له I do أيوة Jane bending towards me and kissing me فأموضت علي كده أمباسني وبيقول لي يا Jane Is that still your intention أنت لسه ورضو عند رأيك يعني البوسة ديات مغاريت رأيك شوية فقلت له It is I replied pulling away from him فقلت له أيوة أنا لسه عند رأيي ومتشد نفسي بعد عنه Oh Jane This is a better shock أنت صدمتيني صدمك برأوي I wouldn't be wicked to love you It wouldn't be wicked to love you أنا مش وحش إن أنا أحبك It would be wicked to do what you want لأ هي اللي بتقول له بتقول له مش حب ليك مش وحش ولا حاجة أو مش شر يعني الشر هو اللي أنا أعمل لك اللي أنت عايز Jane Just imagine my horrible life when you have gone قال لها يا جين طب بس تخيالي حياتي البائسة لما أنت تسيبني وتمشي I shall be alone with that mad woman upstairs Where shall I find friendship and hope هبقى مضطر إن أنا أعيش لوحدي مع الست المجنونة اللي عايشة فوق دي هلاقي الصحبة فين والأمل فين You can only trust in God and yourself فقدت عليه قلت له خلي عندك ثقة في ربنا وفي نفسك Live without doing wrong and die hoping to go to heaven عيش من غير ما تعمل زنوب وموت وإنت بتتمنى أتروح الجنة فقال لها that's impossible without you دي الحاجة دي مستحيلة إن أنا أعمل الكلام ده وإنتي بش موجودة معايا and and you have no family to offend by loving with me الله وإنتي كمان ما عندك إيش عيلة إن هي تتدايق من عشتك معايا He was beginning to sound desperate كان beginning to sound desperate كان بدأي إن هو خلاص يحس باليأس والإحباط بقى I knew that what he said was true however in my heart also knew I was right to leave أنا كنت عارفة إن هو فعلا صادق في الكلام اللي هو بقوله ومع ذلك كنت عارفة إن الصح إن أنا لازم أسيبو أمشي He seemed to read my thoughts وشكله كده إرا أفقاري rushing furiously across the room he seized me violently and stared furiously into my eyes أمطلع يجري قدامي قفل على الباب عشان أمشي شياني وأمسكني جامد قوي بعنف وبص في عناية بشدة أو بصرامة كده He could have broken me in two with one hand but he couldn't break my spirit هو ممكن يكسرني نصين بيد واحدة بس مش هيقدر يكسر روحي أو يعني مش هيقدر يخليني أرجع في كلامي small and weak as I was I stared firmly back at him وأنا كنت صغيرة وضعيفة زي ماهنا عرفين بس برضو بسطلو بشدة أو بعنف كده your eyes Jane he said أنيك يا جين are the eyes of a bird a free wild being أنيك يا عامل زي عنين طائر طائر حر وعنيف وحمدي even I break your cage if I break your cage in your cage I can't reach you beautiful creature حتى لو أنك صرت لله القفص اللي انت فيه برضو مش هادر يوصل لك يا مخلوق رميل انت you will fly away from me but you could choose to fly to me انت هتسبيني واتطيري بعد عني بس انت ممكن تختار واتطيري نحيتي تجيلية come Jane come he let me go and only lord at me فاسبني كده وكان مسيكها سوان زي ما هنعرفين سبها ومن الله تعليلي يا جين تعليلي how hard it was to resist that luck كان النظر اللي كانت صعبة اونا نقدر قومها هيتلو I'm going انا مشي does my deep love mean nothing to you هو حب ده مش مالوش معانا عندك oh Jane my hope my love my life اولا يا جين يا املي يا حبي يا حياتي and he threw himself despairingly on the sofa وامرامي نفسه بيأس كده بأحباط خلاص ان هو يأس بقى على الارض اه كان بقى اسف I had reached the door كنت وصلت الباب but I couldn't leave بس ما قدرتش اخر من الباب I walked back bent over him ورجعت فرجعت له تاني لما لقيت المنظر ده وطيت عليه and cast his cheek وبسته منخده كده goodbye my dear master I said قيت له الوداع يا سيدي العزيز may god protect you ربنا يحميك without your love Jane my heart is broken الله من غير حبك يا جين ان قلبي مقصور but perhaps you will so generously give me your love after all بس يمكن بكل قرم يمكن تكرم علي وتديني حبك بعد قل ده he jumped up with hope and his eyes holding out his arms to me فقم نطف من عالكنبة اللي كان مرمي عليها ديت وقم مسكني في ايدي بين ايدي كده but I turned and ran out of the room فانا لفت وشي وامتطلع جاري من القوضة that night I only slept a little لادتها نمت يا دوب شواء صغرين خالص dreaming of the red room at Gatshead وحلمت بالقوضة الحمرة اللي كانت في Gatshead دي القوضة اللي كانت اتحبست فيها في الاول خالص the moonlight shone into my bedroom دول الامر سطع في قطي as it did then and وزي ما عمل يومها بالزبط لما كانت محبوسة في ال red room and I saw a vision on the ceiling وشفت رؤية كده على السقف a white figure looking down on me شبح قوية كده بيبص علي في السقف it seemed to whisper to my spirit كان شكله بيحمس لروحي daughter leave now before you are tempted to stay قال لها امشي دلوقتي او طلعي من هنا قبل ما تضطر انك تقدي هنا mother i will i answer فردت امتالها يا ماما انا هعمل كده وهمشي من هنا and when i woke up although it was still dark outside i wrapped up some spare clothes in a parcel and put a little money in a purse و اول ما قمت على ان على رغم ان الدنيا كانت لسه ضل مياه لسه النهار ما تلاشي لفت شوية هدوم كده حطتهم في زي بقجة كده وحطيت شوية فلوس صغيرين في البق بتاع فبتقول لك وانا نزلة من قطي نزلة دور الارض وعش انا مشي سمعت صوت مستر روشستر فقطه رايح جاي في القوضة وقعد بيكلم نفسه انا كممكن اوصل للجنة في القوضة ديت اصدعها مستر روشستر لو دخلت له يعني خلاص هيعيش مع بعض ويعيش في سعادة وهنا كد كل اللي مطلوب مني ان انا ادخل القوضة تاعت مستر روشستر وقال له ان انا بحبك وهعيش معاك طول عمري لحد الموت ايدي اتحركت نحية المقبض بتاع الباب اللي هو كلوم بتاع الباب يعني بطي استبد بس انا وقفت نفسي وانزلت بيأس وببؤس دور الارضي وطلعت من البيت sitting out on the road وطلعت مشيت في الطريق I couldn't help thinking of Mr. Rochester's despair when he found himself abandoned وانا ماشية في الطريق وده اتفكر في Mr. Rochester او يأسه والإحباط اللي هو يحصله لما يلاقي نفسه اتهجر لما لقينه هجرت وشيبته مشيت I hated myself for wounding him واننا هتسبب له يا اما في حياة مليانة اخطاء يا اما في الموت يا اما هيعيش حياته بقى يغلط تاني ويعمل حيات وحشة يا اما هيموت نفسه I wanted desperately to be with him انا كان نفسي جدا افضل معاه to comfort him عشانها دي but somehow I made myself keep walking بس بطريقة ما ما عرفش ازاي فضلت ماشية زي منا ابدا عن البيت and when a coach passed ولما عربية قدت علي I arranged it to travel on it as far as my money would pay for قررت انهاك بالعربية وهيسافر معاه لا اقصى بعد ممكن الفلوس اللي معاه تكفي وفي العربية دي بكيت اكبر دموع بكتها في حياتي او اكتر مرة كنت محصورة فيها في حياتي وكده يكون خلص شابتر 18 وانتظروا ان شاء الله في شابتر 19 وازا ما قلتلكو لو حد عنده اي سؤال ياريت يكتبوا لي في الكومنت وما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته